طبعاً أنا أعتقد أن هذا انتصار للدبلوماسية العربية أولاً بدلت جهد كبير جداً بعد أن صدمت وكان متوقع بصراحة الفيتو الأمريكي في نيسان الشهر الماضي وبدأت الرؤية بإعادة صياغة الأمور وإعادة الكرة مرة أخرى لملعب مجلس الأمن من خلال الجمعية العام اليوم رأينا هذا انتصار نعرف أنه فيه قرابة 142 دولة تعترب بفلسطين اليوم يضف لها دولة أخرى 143 دولة تصوت لصار هذا القرار القرار اللي يطالب مجلس الأمن بعادة النظر في منحنا عضوية كاملة وأن الجمعية العامة ترى أن بناء على المادة الرابعة من نثاق المتحدة يحقف الفلسطين قانونياً أن تمنح هذه العضوية الجديد أنه تخذ في هذا القرار استثناء ولأول مرة ولا يعتبر سابقة كما قيل نصاً هو أن يجلس فلسطين في مقاعد الأعضاء الكاملين في الجمعية العامة يحق لهم المشارك في تشكيل مجموعات ولكن غير متخصصة في الشرق الأوسط وفلسطين ولا يحق لهم التصويت في أقرارات خاصة بالجمعية العامة لكن هنا بين مرحلة العضوية الكاملة أعلى من العضوية المراقب وأقل من العضوية الكاملة ولكن هذه صلاحيات الجمعية العامة لا تمنحنا عضوية حسب دستور هذه المؤسسة أن مجلس الأمن هو صاحب القرار ثم يعيد القرار للجمعية العامة لتقرر إن أقرته فيصبح نافذة لم تقرر بالأغلبية فيسقط قرار مجلس الأمن عادة القرار للجمعية الدبلوماسية العربية نشطت على بأعلى مستوى عادة المرة على فكرة في نيسان كان سيسقط التصويت لأنه اللجنة العضوية لم تمنح في يوم 80 نيسان أعيد لها مرة أخرى بنشاط دبلوماسية فوافقت في 11 نيسان على أن يتم إرساله إلى مجلس الأمن يمكن في حين أننا انتقادت التوقيت التوقيت لم يكن مناسب لنا كان بإمكاننا أن ننتظر وتمنى هذه المرة أن لا نعود الآن كدبلوماسية عربية وفلسطينية بالتصويت إلى مجلس الأمن فيتو أمريكا سينتظرنا علينا أن ننتظر حتى تضع الانتخابات الأمريكية والزارة إذا فشل الدموقراطيين فيصيصوا وطو كما حدث في قرار 23-34-2016 في ديسمبر عندما وافقوا على قرار إدانة الاستطامة إذن علينا أن ننتظر التوقيت المناسب حتى لا تكون هناك طبعا كالعاد فيتو أمريكا بالتالي نهرب من هذه الأسف